في فجر يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر مايو عام 1453 ميلاديا حدثت المعجزة الكبرى والتي غيرت مجرى التاريخ وتحققت بها نبوءة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إنها فتح القسطنطينية التي كانت حلم الصحابة والتابعين بعد أن تحدث النبي عن فتحها وقال لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش فمن كان هذا الأمير؟ إنه محمد الفاتح تولى محمد الفاتح عرش الدولة العثمانية وهو في العشرين من عمره بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم وقرأ الحديث النبوي وتعلم الفقه الإسلامي ودرس فنون الحرب وكان دائما يفكر في فتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ويحقق البشارة النبوية وقد سيطر هذا الحلم على مشاعره فأصبح لا يتحدث إلا في أمر الفتح ولا يأذن لأحد مما يجلس معه أن يتحدث في موضوع غيره وكانت الخطوة الأولى في تحقيق هذا الحلم هو السيطرة على مضيق البشفور حتى يمنع القسطنطينية من وصول أي مساعدات لها من دول أوروبا فبنى قلعة كبيرة على الشاطئ الأوروبي من مضيق البشفور واشترك بنفسه مع كبار رجال الدولة في أعمال البناء ولم تمضي ثلاثة أشهر حتى تم بناء القلعة التي عرفت بقلعة الروم وفي مواجهتها على الضفة الأخرى من البشفور كانت تقف قلعة الأناضول ولم يعد ممكن لأي سفينة أن تمر دون إذن من القوات العثمانية وفي أثناء ذلك نجح مهندس نابغة أن يصنع للسلطان عددا من المدافع من بينها مدفع ضخم كان يزين سبعمائة طن وتزين القذيفة الواحدة ألفا وخمسمائة كيلو جرام ويجره مائة ثور وبعد أن أتم السلطان محمد استعداداته زحف بجيشه البالغ مائتين وخمسة وستين ألف مقاتل من المشاه والفرسان ومعهم المدافع الضخمة حتى فرض حصاره حول القسطنطينية وبدأت المدافع تطلق قذائفها على أسوار المدينة الحصينة دون انقطاع ليلا أو نهارا وكان السلطان يفاجئ عدوه من وقت لآخر بخطة جديدة في فنون القتال حتى تحطمت أعصاب المدافعين عن المدينة وانهارت قواهم وفي فجر يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مايو عام ألف واربعمائة وثلاثة وخمسين نجحت القوات العثمانية في اقتحام الأسوار وزحزحت المدافعين عنها بعد أن عجزوا عن الثبات والطر للهرب والفرار وفجأ أهالي القسطنطينية بأعلام العثمانيين ترفرف على الأسوار وبالجنود تتدفق إلى داخل المدينة كالسيل وبعد أن أتمت القوات العثمانية فتح المدينة دخل السلطان محمد الفاتح على ظهر جواده في موكب عظيم وخلفه وزراءه وقادة جيشه ومضى موكب السلطان حتى بلغ كنيسة آية صوفيا حيث تجمع أهالي المدينة وما إن علموا بوصول السلطان محمد الفاتح حتى سجدوا وركعوا ترتفع أصواتهم بالبكاء والصراخ لا يعرفون مصيرهم وماذا سيفعل معهم السلطان محمد الفاتح ولما وصل السلطان صلى ركعتين شكرا لله على توفيقه له بالفتح ثم توجه إلى أهالي المدينة وهم زالوا راكعين وساجدين وقال لهم استقيموا فأنا السلطان محمد الفاتح أقول لكم ولجميع إخوانكم ولكل الموجودين إنكم منذ اليوم في أمان على حياتكم وحرياتكم ثم أمر السلطان محمد الفاتح بتحويل الكنيسة إلى مسجد وأذن فيه بالصلاة لأول مرة وقرر اتخاذ القسطنطينية عاصمة لدولته وأطلق عليها اسم إسلامبول أي دار الإسلام ثم حرفت بعد ذلك واشتهرت بإسطنبول وأمر جنوده بحسن معاملة الأسرى والرفق بهم وقام بنفسه بفداء عدد كبير من الأسرى من ماله الخاص وسمح بعودة الذين غادروا المدينة في أثناء الحصار إلى منازلهم وقد حقق محمد الفاتح هذا الإنجاز الكبير وهو في الثالثة والعشرين من عمره إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين أتى الله سليمان عليه السلام ملكا عظيما لم يؤته أحدا من قبله ولن يعطه لأحد من بعده إلى يوم القيامة فقد أتاه الله العلم والحكمة وعلمه منطق الطير والحيوانات وسخر له الجن والرياح كما كان لدى سليمان عليه السلام القدرة على حبس الجن الذين لا يطيعون أمره وتقييدهم بالسلاسل وتعذيبهم فكانوا يستجيبون لأوامره ويبنون له القصور والتماثيل التي كانت مباحة في شرعهم وكانوا يغوصون له في أعماق البحار ويستخرجون المرجان والياقوت واللؤلؤ كما سخر الله لسليمان عليه السلام الريح فكانت تجري بأمره وكان يستخدمها في حروبه الكثيرة ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يذغلنهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشفور ومن نعم الله عليه أيضا جيش سليمان عليه السلام الذي كان يتكون من الطير والبشر والجن وكان يعرف لغة كل فرقة من هؤلاء وفي أحد الأيام أصدر سليمان عليه السلام أمره لجيشه بالاستعداد ثم خرج يستعرض الجيش ويفتش عليه فاكتشف غياب الهدهد وتخلفه عن الوقوف مع الجيش فغضب سليمان عليه السلام وقرر تعذيب الهدهد أو قتله إلا إذا كان لديه عذر قوي منعه من الحضور وبعد وقت جاء الهدهد وقال جئت بأخبار أكيدة من مدينة سبأ باليمن فقد وجدت امرأة تحكمهم قد أعطاه الله قوة وملكة ولكن الشيطان أضلهم وجعلهم يعبدون الشمس ويتركون عبادة الله بعد استماع سليمان عليه السلام للهدهد كتب كتابا وأعطاه للهدهد ليوصله إلى بلقيس وقومها حيث أمر سليمان عليه السلام في خطابه لبلقيس وقومها بأن يأتوه مسلمين فعرضت الملكة على رؤساء قومها الرسالة وكانت تشاورهم في الأمور كلها فحدثوها عن قوة سليمان وصعوبة صد جيشه وأفهموها أنها ينبغي أن تذهب إليه وتستمع له بدأت الملكة رحلتها نحو مملكة سليمان بعد أن جهزت نفسها وعندما عرف سليمان عليه السلام أن بلقيس في الطريق سأل من حوله إن كان بإمكان أحدهم أن يحضر له عرش بلقيس قبل أن تصل الملكة إلى مملكته فقال واحد من الجن أنا أستطيع إحضار العرش قبل أن ينتهي المجلس لكن آخر قال لسليمان أنا أستطيع إحضار العرش في الوقت الذي ترمش فيه العين برمشة واحدة فقط وصل العرش إلى سليمان فشكر الله الذي يمتحنه بهذه القدرة ليرى أيشكر أم يكفر قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي ظني كريم وعندما جاءت بلقيس واستحبها سليمان إلى العرش ونظرت إليه فرأته كعرشها تماما ولكنه ليس بعرشها ثم أدركت بلقيس أن هذا هو عرشها قد سبقها إلى المجيء وبهرت بما شاهدته من إيمان سليمان وصلاته لله مثل من بهرت بما رأته من تقدمه في الفنون والعلوم والصناعات وأضاء الله قلب بالقيس بنور الإسلام الذي لا يغرب كما تغرب الشمس وبعد سنوات طويلة مات سليمان عليه السلام دون أن يعلم الجن فظلوا يعملون لهما تعودوا على عمله فقد كان سليمان متكئا على عصاه يراقب الجن وهم يعملون فمات وهو على وضعه متكئا على العصى ورأاه الجن فظنوا أنه يصلي واستمروا في عملهم ومرت أيام طويلة ثم جاءت دابة الأرض تأكل الخشب وبدأت تأكل عصى سليمان عليه السلام فاختلت العصى وسقطت من يد سليمان عليه السلام واختل بعدها توازن الجسد فهوى إلى الأرض وعرف الجن أن سليمان عليه السلام مات من زمن وتبين أنهم لا يعلمون الغيب وعرف الناس هذه الحقيقة التي كانوا يجهلونها تزوجت خولة بنت ثعلبة من أوسل بن الصامت وكانت في مقتبل عمرها جميلة الوجه صغيرة السن وقد عاش معا عمرا طويلة نعم فيه بحياة سعيدة وعيشة هنيئة ثم تقدمت بهم السنون ولكن خولة كانت تحتفظ بشيء من جمالها وفي يوم ما قامت تصلي ورآها زوجها تقف في اعتدال وتركع في خشوع وتسجد في رفق فأعجب بها وعندما سلمت داعبها في مرح فافتعدت عنه فدهش وتملكه الغضب وثار وحرمها على نفسه كما حرمت عليه أمه بعد أن قال لها أنت علي كظهر أمي ولما سألت زوجها ماذا يقصد بقوله قال لها لقد حرمت علي وكان ما قاله أشد من الطلاق في الجاهلية فاحتارت في أمرها وصعب عليها أن تفترق عنه وهو أبو ولدها وحبيبها وزوجها الذي سكن إليها وسكنت إليه أعواما طويلة فذهبت إلى النبي تخبره بما أهمها علها تجد عندها مخرجا من مأزقها فتقدمت إليه تشكو حالها قائلة إن أوسن قد تزوجني وأنا شابة صغيرة فبعد أن كبرت وكبر سني وكثر أولادي جعلني كأمه وإن لي منه أولادا صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا ثم توسلت إلى رسول الله أن يصلح ما فسد من أمرها وما كان للنبي أن يقضي بأمره أو ينطق عن الهوى فهو رسول الله مرجعه النبأ من السماء وهو لم يتلقى في الأمر وحيا ولم يعرف لهذا السؤال جوابه لذلك قال لها ما عندي في أمرك شيء عند ذلك لجأت خوله إلى من تسع رحمته كل شيء إلى الله عز وجل مرسل الوحي ومبدع السماء والأرض ترجوه أن يزيل غمها ويفرج كربها وبينما هي في حيرتها ترفع وجهها إلى السماء حدث للنبي ما كان يحدث عند نزول الوحي ثم نطق لسانه بالذكر الحكيم وهناك أخبرها بأن الله قد سمع محاورتها من فوق سبع سماوات واستجاب لدعائها وأخبرها بأنه ليس على زوجها أو على من قال مثله بعد الآن إذا أراد أن يتحلل من أيمانه إلا أن يعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينة ثم أرسل النبي إلى أوس فلما حضر إليه قال له ما الذي جعلك تفعل ما فعلت قال إن الشيطان لعب بعقلي وأضاع صوابي فهل من وسيلة أسترجع بها زوجتي قال له رسول الله نعم وقرأ عليه قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ثم قال له النبي هل تستطيع عتق رقبه فقال لا والله فقال هل تستطيع الصوم فقال أوس لا والله ولولا أني آكل في اليوم مرة أو مرتين لضعف بصري ولظننت أني أموت فقال له هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا فقال لا إلا أن تعينني منك بصدقة فمد النبي إليه يد المساعدة حتى استطاع أن يطعم ستين مسكينا وبذلك صارت زوجته حلالا له وجعل الله للمسلمين وسيلة للتحلل من هذه العادة الجاهلية وهكذا صار ضوء الإسلام في تلك الأماكن المظلمة ينير جوانبها ويبدد سحب الضلال في أنحائها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليكونون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم بالكتابعة المنتظر بقائقين من جهد 5 الف terceر شهرد رأي مورسل وإنهم لو Jesús